كأنما يحاول تجميع أوراقه الخارجية دونالد ترامب على قلة تأثيرها في الناخب الأمريكي في ظل تزاحم الأزمات الداخلية تزاحماً غير مسبوق بثقة مفرطة يجدد وعده باتفاق مع إيران بمجرد فوزه وكذلك يختار بدقة توقيت توقيع اتفاق التطبيع الإماراتي وحتى اللقاح يريد استثماره داخلياً فهل مسعاه لإنهاء الحروب طويلة الأمد وفاء بوعد انتخابي سابق أم هو خديعة في ربع الساعة الأخير في توقيتها لا تبدو بريئة خطط سحب القوات جزئياً يعتزم ترامب خفضها إلى أربعة ألاف في أفغانستان وإلى ثلاثة ألاف في العراق ويعد خطوته خروجاً تقريبياً كما هي الحال في سوريا الراجح أن قراراً كهذا لا يخضع للحسابات الانتخابية وحدها بل تتداخل في صناعته عوامل أخرى كالحروب الأمريكية العبثية غير المجدية وفي طول الأمد تأكيد على الفشل قد يبدو سحب القوات مؤشراً على الهزيمة في المنطقة بعد عجز عن فرض شروط تمليها الانتصارات غير أن وضع الخطوة في خانة الإقرار بالهزيمة إن كان الحال كذلك قد يبدو سابقاً لأوانه فثم تم يثير الريبة بعيداً عن جدلية الانتخابات المصرية وإنهاء التورط في الحروب اللامتناهية فهل هو الاستئناس بتشكل تحالف حرب عسكري إسرائيلي؟ لم تعد خفية أبعاد علاقات الإمارات بالاحتلال الإسرائيلي عسكرياً وأمنياً فقد اختارت أن تكون ظهيراً له وخلفها سعودية ودول خليجية وعربية أخرى الغاية توجيه التحالف ضد إيران واستهداف المقاومة وعينه الأخرى على تركيا إنه الشرق الأوسط الجديد بقبة هلال تطبيعي لتوفير الحماية مما تعجز عنه القبة الحديدية والهدف البعيد أن تكون السيادة في المنطقة للحليف الإسرائيلي